البارت الثاني هنا راح شنو عرف ما يعرف هنا عرف ما يعرف الفيرست والزيرو كاينتك شنو هي الفيرست أوردر كاينتك وشنو هي الزيرو أوردر كاينتك شوف أنا عندي قانون هذا القانون اللي هو هذا rate of the metabolism يساوي الفي ماكس على معنى قانون فيه الـ C اللي هي الـ concentration of the drug يعني شنو ما باعلي هذا الـ rate of the metabolism اللي هو شنو مقدار الميتابوليزم الايرو جد راح يصرعك ايض يعني جد ان راح استعمل الدواء rate of the metabolism الفي ماكس اللي هي السرعة السرعة ما لتمن ما تل يعني ما التفاعل والـ C اللي هي شن هي C اللي هي الـ construction الكمية مات الدواء اللي طيتها أنا علاما على الـ KM اللي هي ثابت ميكاليز تمام هذا ثابت ما العلاقة يعني باعتباره مثل الواحد نعتبره والسي اللي هي الكونستريشن ما نتمنى ما نتل دواء حسن بالرياضيات احنا المقام ويا هذا يتناسبون عكسيا يعني هذا يزود هذا يقبل هذا يقبل هذا يزود وهذا ويا الباصل يتناسب طرديا مو هيتش هذا يزود هذا يزود هيتش بهذا الشكل نيجي هسن نعرف شنه الفيرست أوردر كانتك الفيرست أوردر كانتك شي يقول يقول أنه شنه معناها معناها أنه أنه قد ما أنطي علاج راح يزيد الميتابوليزم تمام يعني فارضا فارضا كأنه أنا جاي أطي علاج تي ثري بس كمثالة تكيئة مو الميتابوليزم معناها يقصد النشاطات الحيوية والكذا والشي لا يعني التأثير ما في الدواء يزداد هيتش تمام مثلا أنا سأطي تي ثري أو تي فور تي ثري و تي فور يعني نشط أنت كل ما استطيع تي ثري أو تي فور هذا تي فور كأنه تائق كأنه هالكوضية مال تائق تمام كأنه ينشطه جد ما تطينته جد ما يتنشط أكثر جد ما رح يتقوى أكثر هيك يعني زيان؟ جد ما تطيع علاج جد ما رح يزداد الشغل جد ما تطيع علاج جد ما رح يزداد الميتابوليزم تناصب طردي هذا من هو الفيرست بينما زيرو بالعكس جد ما مو بالعكس تقريبا وأنه ما شوفه جد ما نطيع علاج ما يتأثر ما يتأثر حسنا رح نشوفه حن هنا الفيرست أردر كائنتك أنا هسة عندي القانون إذا أريد أن نطبق على القانون الحسين هذا القانون الحوان شي يقول يقول التركيز ما تلش اسمه التركيز ما للش اسمه الكونستريشين هذا C يكون تقريبا أقل مني أقل من الكي أم ممكن أهملة يعني هاي شغلات رياضيات يعني بس جاي أشرح لكم هاي C اللي ويا الكي أم من هنا كانت زيان؟ هذه C تكون أقل من الكي أم بحيث أقدر أحملها يعني ما لها جسمة ما لها قيمة باعتبارها يعني أعتبرها ما هي ما موجودة فتبقى بس الكيام والكيام شنو يثابت وأي ثابت آن أهم لمال علاقة بي باعتبارها واحد فيصير الريت أوف ذا ميتابوليزم يساوي لي الفي ماكس السرعة زيان؟ في الكونستريشن اللي هو تركيز المادة على واحد مال علاقة لأنها قلت لك مسحب على مال علاقة بيها فكلما زاد الكونستريشن تركيز المادة كلما زاد الريت أوف ذا ميتابوليزم وكلما زالت السرعة كلما زالت الريت أوف ذا ميتابوليزم وهذا الشكل أنا ما العلاقة بالسرعة حسي بس العلاقة بالكونستريشن والعلاقة بالريت أوف ذا ميتابوليزم كلما زالت هذا زالت هذا أوكي؟ هذه هي سمية بالفيرس كانيتكس أوردر كانيتكس بينما زيرو أوردر كانيتكس شنو معناها زيرو أوردر كانيتكس؟ معناها أنه مثل ما قلت لكم إش قد ما أنا أزيد علاج ما يتأثر أنا فرضا عندي خمس أنزيمات هذه خمس أنزيمات هي تكون مسؤولة عن ما مسؤولة عن مثلا استعمال علاج الأسبري أوكي؟ أنا جيد أنطي أنطيع عشرة أسبري هسا أنا عندي ذنة خمس عندي خمس أنزيمات واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة وانطيتها عشرة أسبري واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة أوكي؟ ذنة العشرة ما أقدر أستعملين كليتهم لا أأخذ خمسة من عدهم وأجيبهم المن؟ أجيبهم الذنة كل واحد أطيها واحدة راح أشتغلها ذنة قبطا ذنة الخمسة البقية ذنة الخمسة البقية شبيهن؟ ذنة ما راح أقدر أستعمل هنا راح يبقى بالانتظار الحد ما يكمل الخمسة الأولى ليش أن الأنزيمات مقبطة ما نقدر تشتغل الأنزيمات مقبطة أوكي؟ الحد ما يكمل الخمسة الخضر يالا دور ذنة الخمسة الزرق يجي يشتغل المكانهم يأخذ المكانهم وضخة السالفة هسه الأمور اللي هنا تمام هذه الزيرو أوردر كانتك يعني أنا جد ما أطيب العلاج يبقى بالانتظار الحد ما يكمل الأنزيم شغله يالا يجي يأخذ واحدة من أثنين يشتغل ويأخذ أوكي؟ هذا الشكل جد ما أطيب ما يتأثر هنا كمقارنة بيناتين بين الفيرس أوردر كانتك وبين الزيرو أوردر كانتك يعني شكي لك يقول لك أنه الفيرس أوردر كانتك أنه أنه يجب أن أطيب العلاج مثلاً شو أنا يقول لك أدرينالي هذا الأدرينالي هذا الشخص مثلاً عنده ميت مو ميت يعني القلبة واقف وليد يوقف لازم أن أطي أدرينالي يعني أنا مدحركة فلقد ما أطي أدرينالي قد ما رح يتحفز أكثر يعني هيش واقلاً بالأدوية تشتغل مثل هذا الشغل أما الزيرو أوردر كانتك فجلب الزيرو أوردر كانتك يطيني في التأثير العلاجي ذات كان سادللي اسكلايت أز اليمينيشن ميكانيزم ساترويت إكزابر على ذلك اللي هو الكحول يعني هذا شو أنا أقل لك أنه ممكن يطيني تأثير مفاجئ بعكس ذاك ممكن أنه يمتى ما أخلص هذا الانزيم شغلة الانزيم إحنا مقلنا أخيكو خمسة انزيمات عندنا يمتى ما خلصاً لديني شغله ممكن بلحظة مفاجئة تمام خلصاً بسرعة أي جنيا يأخذ البقية فيشتغل مو مثل ذاك إذا كان ما أطيه هو يزداد ما أطيه هو يزداد هذا لا ما أطيه أبقى بالانتظار والله ينتي خلص الانزيم شغله يالله يجي الانزيم يجيب لي بعض علاج آخر يشتغل عليه هذا المقارنة هنا مثل ما تلاحظون يقول أنه هنا الخط الأزرق اللي هو زيرو أوردر وعندي هنا الفيرس أوردر شي قول يقول لك وبعض القلاجات يعني هذه العلاجات إذا نطيها نطيها مثلا دراق و كلما يزاد الميتابوليزيم وهكذا وهكذا الحد ممكن ما يصير بعدين زيره أو كمقارنة بينات هذه مجرد بس المهم هو أكثر شيء بسريد وضح لك أنه العلاقة يقول لك زيره كون ثابتة ما العلاقة كمية ثابتة شغل ثابت هذي لا يزاد الميتابوليزيم وهكذا نجهس الملد هالف لايف هالف لايف هذي هي الشغلة مهمة معناها نصف الوقت أو نصف الأمر مات العلاج يعني شو يسمى مثل من الساعة قلت لك أنا قلت لك أنا مثلا شخص عنده والتنطيق علاج يسمح للدكتور يسمح للدكتور مثلا باليوم يقول لأخذ حبايتين ليش ما قال لأخذ حباية واحدة ليش اثنين ممكن يجيك هذا السوق يعني يخترب بالك شوف مثلا أنا فرضا عندي هذي خلية هذي الخلية مسؤولة عن الضغط تمام؟ مسؤولة عن الضغط أوكي هذي الخلية بيها ريسبتر هذا الريسبتر هاي كمثال الطيقاني هذا الريسبتر إذا ارتبط به مثلا علاج من علاج الثايوزايد الثايوزايد هو علاج للضغط إذا ارتبط به الثايوزايد أوكي شو راح يخلي راح يمنع للضغط هو علاج من الضغط تمام؟ يعني يؤخر للضغط لأمور طبيعية وصير طبيعية لكن إذا الثايوزايد ما ارتبط بهذا الريسبتر راح هذا الخلية سبب له هبارتين شي موهيد شي هذي كمثال زيان شي يقول هذا الريسبتر هذا الريسبتر ممكن مو بس هذا عندي عندي مثلا ثلاثة واحد هاي اثنيا وهي ثلاثة ريسبتر تمام؟ لازم اشكم اشكم حباية ترتبط ب شي يقول إذا ربطت اثنيا من الرسبتر مالاتي ارتبطت هذا العلاج والضغط اذا ارتبطت اثنيا من الرسبتر تمنعوني تمنعوني لأنه سواء هابرتين لكن إذا ارتبطت بواحد ورسابتر واحد ورسبترات البقية ما ارتبطته بيهن؟ لا راح سوي لكم هيبرتين شي فعناش راح نطيها؟ راح نطيها كبسولة كل كبسولة كل كبسولة بيها 3 ارتباطات بيها 3 ارتباطات يعني 3 جزيئات بالداخل انطيته مثلا اطلت الشخص اول كبسول هاي الكبسولة اجتلي هنا راح توزيحن بموعدها 3 1 2 3 ارتبطان 3 تمام هسه؟ هسه منعلي هيبرتين شي بعد ما راح سوي هيبرتين شي تمام مرر الوقت راح واحدة واحدة تنفقد من ذني راح يبدن انفقدا نيش انتيه مفعولهن تمام صار بهن اكس ريجين فهذه مثلا فقدت ما دام انفقدت هذي عادي اش قاتلنا الخلية قاتلنا اذا رشبطتوا باثنين وثاثة ما مرتبطين بها عادي ما سوي لكم هيبرتين شي لكن اذا صارت مرتبطين بوحدة واثنين ما مرتبطين بهن سوي لكم هيبرتين شي تمام ورا شويا فقدت هذي بدل هيبرتين شي يصير ورا شويا فقدت هذي بدل هيبرتين شي يصير فانا على مود امنح هذا الشي شا سوي انطيت مثلا هذي ذني 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 شقات اللي هو وقت محدد اللي هو مثلا وقت محدد ثمان ساعات ويخلصن ثمان ساعات مثلا ويموتن يروحن فانا شنو كل سبع ساعات كل سبع ساعات انطيحها باي ليش هذا مثلا ليش شوفوا شنون ليش هذا سبع ساعات بعدين ساعة ويواخران بعدين ساعة ويواخران شا سوضطيت الحباية الثانية اجت الحباية الثانية عدها ثلاثة تمام صارا ثمان ساعات هسه وقت صار ثمان ساعات هذا اختفت من اختفت هذاش اجت اجت واحدة مكانة منها ارتبطت به زيان ورا شويا اختفت هاي اجت واحدة هاي منها ارتبطت به ورا شوية اختفت هاي اجت هاي من نار تباطي مكانه زيان وبقيت حافظت عليه من وبقيت حافظت على الهيبر تينشن ما صاعل عندي ورا سبع ساعات لازم هم نطي حبايا هم بيها ثلاثة زيان هم راح تجي هاي الحبايا ليش ان هاي منصر الساعة بثمانية بعد الثامنة راح يروح انذني تحل هاي محلهن هاي راح تروح تجي هاي وحدة مكانهن هاي راح تروح تجي وحدة مكانهن وهكذا فاني لازم احافظ على وقت محدد شو نسمي هذا سميه بالهالف لايف يعني شقد ممكن نص الوقت شقد الوقت اللي ممكن بيانا اخسر نص الدواء نص العلاج زيان بهذا الشكل هو هذا النمثل الهالف لايف انه شقد الوقت اللازم على موت انه استهلك نصف الدواء هذا هو الهالف لايف افيدني ليش افيدني لانه انا على موت احد شون هسمتني الساعة من قلت لكم انا ثمان ساعات يخلص مفعول الحبايا جيد نصف ثمان ساعات نصفنا من الساعة هو اربع ساعات فاني مثلا لازم اعرف ان هذا العلاج نصف الحالف لايف ما تجيه اربعة يعني بعدا اربع ساعات وينتيه مفعوله لازم انا مثلا قبل الاربع ساعات اللي وراها تمام لازم انا اطيع علاج تمام يعني شنون يعني ساعة ثمان ساعات ساعة ثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهي ثماني الهارف لايف مالتوينه هذا 1-2-3-4 هذا الهارف لايف مالتو زين فأني أول أربح ساعات ما رح أهتم اطلتها علاج اطلتها كابسولة خلصت من عندها ورا الأربح ساعات أنا أعرف هذا العلاج مالتو لازم لا نحسب لأن هم الذولة للفارما لازم يحسبون كل الدواء وإلى الهارف لايف مالتوشق يعني تقديري زين فورا الهارف لايف أنا لازم أفكر أن طيه علاج ورا الهارف لايف ورا ساعتين مثلا ورا ثلاث ساعات كون ما أصر الأربعة هنالين هو أقصى حد المن هو أربع ساعات ورا الهالف لايف أربع ساعات وينتيه مفعول العلاج كاملا فأنا قبل أن تنتهي الأربع ساعات الثانية لازم أنطيع علاج مثلا صرت لساعة ونصف أطيع علاج ثاني شون ما أوضحتكم الصورة من الساعة وهذا الشكل وهذه هي يعني كشون المخاططة هناله هو الهالف تايم أو الهالف لايف وهنا البلازما كونستريشن اللي هو تركيز العلاج بالبلازما شي يقول يقول كلما زاد تركيز البلازما كلما أقلل هالف لايف زين كلما أقلل تركيز البلازما كلما زاد الهالف لايف تعين وهذا الشكل يعني إذا أقلل تركيز اللي موجود بالدم معناه الهالف لايف خلص يعني شنون حسنا هذا مطي شكت هذا مطيه مئة مئة غرام عنده مئة غرام بالدم علاج هذا الدرايك معين 100 غرام بالدم الهالف لايف ماتة جقد مثلا الهالف لايف ماتة 7 فجقد لازم يقطع مسافة يصل للسابعة معناها بعده لكن وراء شوية نزل نزل صار جقد صار 50 كمية الدواء اللي بالدم 50 جقد صار الهالف لايف ماتة يعني جقد استنزف من الهالف لايف ماتة استنزف 1% جقد بقالة بقالة بل 6 تمام وراء شوية صار 25 صار 25 جقد استنزف من الهالف لايف ماتة استنزف 2 جقد بقالة بقالة جقد بقالة بس 5 وهكذا وراء شوية صار الهالف لايف ماتة مثلا 1.5 مو 1.5 مثلا 10 مثلا 10 وين وصل وصل الهالف لايف ماتة 4 استنزف 4 من الهالف لايف جقد بقالة بس 3 ويخلص شغل ماتة وهكذا هذا بالنسبة للترتيب ماتة هنا بالنسبة للشسمة للدوز ما هو أنو نقدر التحكم بالدенной لازم بواضح فرضاً الهيبارين هذا الهيبارين فرضاً خمس ساعات اقول ستة ستة هذا الهيبارين مادة الهيبارين انا الهيبارين فرضاً اعتبرها قليلة لازم اريد اوصلها مثلاً الهيبارين مادة عشر ساعات لازم ازيدها انطي جرأة هواي شنو هاي فرضاً شوف كميثال انت اليوم قاعد يمي شا سويت اطعتك عصير اطعتك اول مرة عصير غلاس واحد انت ش عندك العصير ما ضايق اول مرة جايبة بسرعة من اطعتك قبل شربته ما تاخرت به دقيقة هواي ثلاث ثواني بس شرعت اجيكم مع واحدة وشربته ورا شوية يعني انت العصير شربته ورا حتى طعمه راح ورا ساعة جبت لك بعد غلاس هم شربته لكن مو بسرعة الشربة الاولى ليش لان بطنح متروسة بعده ورا نص ساعة جبت لك بعد غلاس من راح الشربه ما راح الشربه هواي بسرعة راح الشربه على كيف ممكن بساعة اخرت ثلاث ثواني بشرب الغلاس من تستمر دقيقة هيا صاري ثالث قلاس مطيك رابع قلاس طيكياني ورا ربع ساعة انت توقف شربت ثلاث قلاسات راح تقول ما اقدر ما اقدر ابل لازم الشربه راح الشربه تاخذ به وقت راح تاخذ به وقت مثلا ثلاث دقائق ورا شوية راح تضحك القلاس الخامس تقلي بعد ما اقدر قبضت تقلي لازم الشربه راح توقع شقيت تشربه تقريبا عشر دقائق لتخلص القلاس ليش ان ما تقدروا انت مبتلئ بعد زيان فاشقيت تحتاج وقت يالله الدور ترجع تشتهي هذا العصير لازم هذا العصير اللي شربت انت كله يتصرف من جسمك يالله بعدين ترجع مثلا ثاني يوم يالله الدور ترجع انت جوعان يعني لو يطيك واحد اصير بسرعة شربه يعني اصل لك ليه في الدور الى وهذه هي انه ازيد الدوز كل شوية كل شوية ازيد الدوز كأنه مثلا اول شي تقطيت هـ الميت نزجده跟 نزجده صارت 50 اضطي مثلا مساعةانه؟ اضطي أكثر مثل 120 أعطي مثلا فهـ trusting قال protective انت جوناblo بالهربية صارت اسطور للناحت ثابت هو جيد خمسين فمئة وسبعين ناقص خمسين سوف يصبح عدي دعونا وضحكم هذا الرسم لأنني أشعر ممكن أن تدخون بها تشوفوا أنا هسا عندي هذا المالت الهيبارين فرضا خمسين أوكي أنا جيد الطي طيته مئة هو وصل نزل 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 لحد ما وصل خمسين جيد؟ جيد من أن تطيه مرة ثانية من وصل الهيبارين يجب أن تطيه بعد جراء ما أطيه مئة؟ ما أطيه مئة؟ راح أطيه مثلا مئة وعشرين مئة وعشرين وأنا من الساعة عندي باقي خمسين كيف صار عندي؟ صار عندي مئة وسبعين الهيبارين لا تشقد هو خمسين مولولة مئة وسبعين ناقص خمسين راح يبقى مئة وعشرين يعني هنا من الساعة احنا كان وصل حسنا ممكن اللي هنا وصل مئة وعشرين وضحت السالفة ورا شوية ما أطي ما أطي مئة وعشرين بعد مثلا أطي مئة وثلاثين فارضا فارضا أطي مئة وثلاثين زيدة بعد فمئة وثلاثين وعنشان عندي مئة وعشرين الله صار معين صار عندي مئة او مئة وخمسين وهو الهالظلايف مالت呢 ف ان verein辰 التشايير الهالظ الهالو علي cuenta فكيف صار عندي مئة وخمسين هذا يبقى عدي مئة وثلاثم وتقف��uje تقفيني حال شوال الهات يعنينا كل ساعة ساعة ang mouse وهي مئة يفقل تطعوني اثنين ساعة و five مالتكفيني فرضا وضحت السالفة هسا بعد مثلا الناس اضطيتها 200 وصل الهارب لايف تول خسار 50 اضطيتها مثلا البعض يعني نجيل اضطيتها فرضا 100 اطلا زود جرعة زود الجرعة لحد ما كأنه سرعك وعنده تشبع بالوارفارين فرضا فرضا شون يسمى مثلا ضربت لك مثال على العصير وهكذا هو هذا الهارب لايف اللي يسميها بالهاي دوز ماته هسا نجي لما نجي للميكانيزم of the elimination شون انا اقدر اتخلص من العلاج بعد انا ما استعملته شون رح اقدر اتخلص من عندها اطلعه من الجسم هنا رح حصل لي metabolozm مش قلنا قلنا هو عاني شون استهلك العلاج بشغلتين اما عن طريق ال metabolozm او عن طريق الاxtrogen metabolozm يعني شون رح استهلكه وين باللبار الميتابولزم الرئيسي ما لا تكون يصير باللبار والاxtrogen اللي هو الاخراج ما لا تكون هو راح يكون عن طريق الكدني يعني هو راح يجو يدب العلاج راح يكون ويدب فمن يوصل الكدني راح تفلتره صف الدب ستتوخر الشواب توخر الشغلات اللي مارتها ورح اطلع وياليوراين هذي منتهني من ادهم عندي فيزات عندي فيزات شوفوا باختصار يعني خلنا احكي لكم يا هزا هذي مرة وبعدين نروح للكلام اللي يانا لدحشون يا بالاخير خلنشوف هنا اشقائل هو بالفيز الاول اللي هو الميتابوليزم او الدراج باللبر يعني شلون راح اقدر انا يعني اسوي شغل علاما على الدراج باللبر يقول اغلب الدراجات اغلب المولكولات ش تكون تكون ثابته بس مادة كيميائية وكافي بعدها ما مشتغلة لازم هو الكبد شون يكتب لها رامز سري ودور وراح يحاولها من مادة كيميائية يحاولها الى علاج وضح السال في هسه زين يقول this generate a reactive intermediate that can be conjected in phase 2 with water soluble molecule to form a water soluble complex يقول هاي الشغل هذا الشغل اللي راح اصوي على الدراج باللبر راح احاوله راح احاوله الى ما يعرب بال يعني حول هذا العلاج العفو الى water soluble الى ذائب بالماء يعني يقبل الذوابان بالماء يقبل الذوابان داخل الخلية فارغة اوكي على موجينه على موج ينطي التأثير العلاج يمالته زين يعني شون هسه فارغة انت جيمتي ثلجة هاي ثلجة لا فهم نايلونة زين زين هاي الثلجة انت ملافها بالنيلونة تقدر تخليها بالدولك على مدى تبرد الماء لا لا لازم توخر النيلونة بالبداية فانت من توخر النيلونة راح اتعرض تعرض الماء الماء للثلج بحيث راح يقدر يموعه ويتفاعله اياه زين لكن انت اول ما اجبت الثلجة هي ملفوها بالنيلونة يعني لازم توخر النيلونة يا الله تخليها هيجب هذا الشكل زين يقول يقول اغلب الاشياء اللي راح اصير بالفيس ون ان شنية الفيس ون انه معناها حول العلاج من انا اكتيف الى اكتيف باللغة زين من مادة كيميائية الى مادة تقدر تذوب بالماء على مودة انا استغلها كعلاج اغلب العمليات التي تصير بها بالفيس ون ايش تكون اما تكون اكسدا او اختزال او هيدرولايسيس اللي هو التحل بالماء يعني هيدرولايسيس زين يقول The process require complex enzyme system called Cytochrome B450 هذا شنو هاذا يقول انه هاي العملية في فيس ون تطلب من عندي انزيم هذا الانزامي مش هسميه بCytochrome زين يقول هذا CYB أو Cytochrome B450 يقول system and high energy cofactor اللي هو الناد بي اتش وهمنا احتاج من هو احتاج الناد بي اتش وتعرفون الناد بي اتش وشنو هوا جزئي من الجزئيات الخازن للطاقة زين وهذا الانزيم يقول انزيم انزيم inserable and inhabitable يعني عفو inducible and inhabitable يعني شنو هوا يعني شون المحفزة والمثبتة او المثبتة عفو inducible and انزيم يعني و الدراج و العلاج اللي رح يتأثر بيه مثلا اذن الانزيمات اللي قدامكم او المحافزات الانزيمات الانزيمات الانزيم مثل ما مثل الفينو بريوتون و الدراج اللي رح تتأثر بي اللي هو الوارفارين والفينويتون والفينويتون زين بعد الريمفا بسين اللي رح تتأثر ويهما والرق اللي هو الورال كونترسيبتف وبعد والسيغاريتس رح تتأثر ويهما اللي علاج رح تتأثر بي يا دراج رح يتأثر بيها اللي هو الثيفولاين أو الثيفولاين تنسي الشي لان المهم هسا هاي كل انزيم الانزيم اللي رح يحفز للعملية مثلا او رح يحفز لهذا الانزيم الانزيم و الدراج افكت مالتك الدراج افكت اوكي بعد يقول بعض الانزيمويتون تتأثر بيها على موليكول لذلك يمكنهم بيها مثل مورفين مثل مورفين يعني يكون بعض الشسم بعض الآلاجات شبيهها هو تمتلك خاص به يعني هي تفاعل نفسها مثل ما نقول تقريبا نيتشي لذلك رح تشتاز الباس وان اللي الفاس وان اللي يقنق انه يكون شغلة غير اكتف مثل غير اكتف يعني ما يمتلك ريكتف جروب ريكتف جروب شنو معناها معناها هذا يعني حايفة شغلة كيميائية شغلة يعني مع الار والسي اتش والكذا مراكبات كيميائية يعني انه هذا ما ما عدفت مجموعة فعالة سميها بالمجموعة الفعالة او العسر الفعال ما نقدر تتفاعل ويا مواد ثانية هيتشي هذا الدرق قبل لا يدخل البر ورغم لا يدخل البر رح يصر عنده شنو رح يصر عنده ريكتف جروب رح يصر عنده ريكتف سايد يعني يعني يقدر يدور يتفاعل قلت لك من اكتف من اكتف الى اكتف اكو بعض الالاجات لا هي تمتلك ريكتف جروب من وحدة مثل المورفين زيان فرح تشتاز الفاس وان ورح تسال فهسا زيان نجي للفاس 2 قلت ريكتف انترميديات فرم فيز وان از كونجيكتد وثا بولار موليكيول يعني الريكتف جروب اللي انا اضفتها بالفيز وان المن لهذا الدرق رح تتفاعل او رح تتحد ويا ما تتحد ويا البولار موليكيول شكو موليكيول يكون بولار ترثون البولار يعني ووتر سوليوبل ذوب بالمي بولار ذائب بالماء أي جزئة ذائب الماء ما رح تتفاعل ويا هذا الدرق تمام وفرم موتر سوليبل كونجيكشن شنو كونجيكشن كونجيكشن معناه وتفاعل المادة وتفاعل الدرق ويا من ويا جزئه قابل للذوبان بالماء بعد حسنا نجي من الدور الغليو كرونيك اسد is the most common كونجيكتد أو كونجيكتد يعني هو اكثر واحد يسوي كونجيكتد يعني as it is unavailable by protection of the cell metabolism يعني كذلك انه يعني شون نقدر نقول قابل انه ينتج أو مية من الخلايا يعني من cell metabolism الدرق can also be conjected with the solvate ion and glutathione يعني هذا الدرق همنا تقدر تتفاعل ويا من ويا ال glutathione ويا solvate تمام بعد الفيس 2 metabolism requires specific enzyme and high energy covactor اللي هي uridine diphosphate gluocoronic acid اللي هو Udbga يعني هسا شن هو الملخص مال هذا حسنا الملخص مال هذا انه ان الدور يدخلي الداخل داخل الجسم inactive ما يقدر يتفاعل ويا الشيء وراح يروح لللفر بالبداية ورا ما راح لللفر راح يدخلي بما يعرف بالفيس 1 الفيس 1 اش راح يسوي راح تنطيه reactive group شنو هذا reactive group reactive group معناه راح يسمع لهذا الدرق انه يتفاعل ويجزئات قابلة للذوبان بالماء كمان بعد ما اضطت reactive group وراح يروح السهوة الدور راح يروح للفيس 2 شنو هي الفيس 2 او المرحلة الثانية المرحلة الثانية معناه راح يتفاعل بعد ما اضطت reactive group هس راح يتفاعل الدور ويا مويا soluble molecule المواد اللي تكون soluble اللي تكون ذائبة بالماء زيان راح يتح دويا هذا عملية الاتحاد يسميها بالconjugated او الconjugation عملية الاتحاد الconjugation من المواد اللي سويلي من هي اللي هي اللي ينتج من السعب بعد كذلك الانوندراج يقدر يتحدوية عمل يتحدوية والسولفيت وكذلك الووتاثيون فهي صارت ثلاث مواد عندي تمام؟ وأنا احتاج طاقة بهال الconjugation احتاج طاقة هاي الطاقة من انا اجيبها من اليو دي بي جي اي تمام؟ هسا الامور اللي هنا؟ تمام خلاص من هذا هسا نجي لل اللي هو شون انا اطرد العلاج او متبقيات العلاج من الجسم عن طلق الكدني وطلح حول يورين يقول في الرجأة اللي هي تشق dig نسميه مثل البنسلين شو يقول بعض الدراجات تقدر أنه شون أقل لك تقدر تفرز من الاتيوب اللي هي الموجدة وين الموجدة بالكيدني أو تقدر تتفلتر من الكيدني بسهولة مثل ما مثل البنسلين اوكي يقول الوراين بي أج كانت تترمين هاو ماتي الوراين كذلك البي أج ماتي الوراين أقدر من خلالها أعرف شقد جاي أطلع الآجات خلنشوف شنون باعلي خلنا أقل لك شعر وحساني اليوراين الشي اسمه البي أج ماتي اليوراين شقد يكون تقريبا من أربعة بوينت خمسة المن إلى ثمانية من أربعة بوينت خمسة إلى ثمانية هذا البي أج ماتي الوراين مرات اليوراين اللي يطلع مرات البي أج ماتي يطلع لي أقل من سبعة تمام؟ يعني يطلع لي أربعة خمسة ستة ممكن سبعة لي مرات لا يطلع لي فوق السبعة ثمانية تمام سبعة ثمانية وإلى آخره شنو يدل على هذا الشي؟ هذا الشي شنو يدلني؟ باعلي خلني يدلك شعر الله حساني تعال ليلي هنا أنا العلاجات أنا أخلقها من هذا العلاج اللي يكونوني أما يكون لو قاعدة ضعيفة لو حاملة ضعيفة ليش على مد أقدر أتخلص من عدها عن طريق كدني ما تكون قوية أما ويك أسد أو ويك بيس حسن تقول تمام حسن ويك أسد أو ويك بيس تمام متفقين شون الجسمة؟ شون اللي تقول لنا يا هسا؟ جي قلت لكم آني قلت لكم هسا آني خلن أمثلكم أنه الكدني عبارة عن شين هو؟ عبارة عن هذا الإناء ومن ناحس يطلع علي وراين زيان؟ وأنا هسا عندي نوعية من علاجات عندي ويك أسد ويك بيس هذا ويك بيس وهذا ويك أسد زيان؟ أوكي الويك أسيد يعني شن هو معنى الويك أسد يعني الحامض ضعيف والحامض البيئة أجمالت أقل من صغيرة وأقل من 7 وهذا ويك بيس معنى شن هو معنى قاعدة وقاعدة يكون البيئة أجمالتها أكثر من 7 متفقين حاصل حد الآن الاوراي عند اجمالتها يكون من الـ 4.8 الى ثمانية الزيان الويك يتفعله يامن يتفعله يقاعدة الاسد يتفعله يالبيس هذا ما اخذينها يعني بالسالس لا تذكرون يقول اذا كان الريك إذا كان الريك يجب يكون البيئة اشمالته اقل من سبعة يكون اقل من سبعة فهو رح يمشي يدخل بالكيدني انا مشوفه يدفلتر هو البيئة جمالته اقل من سبعة اذا كان البيئة جمالة الكيدني او ما تلحين سوى من أربعة مات وثمانية اختيارية حسب اذا رح يروح للكيدني اذا وايك اسد يعني البيئة جمالته قليلة تمام اذا وايك اسد يعني البيئة جمالت شبيهها قليلة فش رح يصير بيه؟ راح يروح للكيدني إذا إل vertical kidney البيئة أأتيثر من حامض أهم حامضية يعني هم أقل من 7 بهذه الحالة fees ما سيتفلتر ما سيتفلتر راح يصبح بيري أبسوربشين ويرجع لجسم وضحت السالفة إذا أجل الكيدني ولقا الكيدني البيئة أشمالتها شبيهة لقا البيئة أشمالتها أقل من 7 يعني هم حامضية ما سيتفلتر ما سيتفلتر راح يتفلتر لليورين راح يرجع لصيب البيئة ليش يعني من نفس العائلة هذا حامض وهذا البيئة حامض لكن الكيدني اذا تريد تطلع هذا اليدرايك ليبره شو راح تسوي له هي عدليونة تقدر من الاربعة بوتي ثمانية لحد الثمانية تقدر تحول من الحامضية للقاعدية فاذا تريد تطلع هذا اليدرايك شو تسوي لازم تحول البيئة اشمارتها اكثر من سبعة تقدر تسوي مهنة سوي سبعة البيئة اشمارتها اليورين او سوي ثمانية راح يجي هذا الويك اسد شو راح يشوف البيئة اشمارتها الكيدني راح يشوف البيئة اشمارتها الكيدني قاعدي يعني شو بيه راح يشوفها راح يشوفها اكثر من سبعة سبعة ثمانية ممكن بهاي الحالة راح يتأين صحلة ايونيز راح يتأين هذا الويك اسد راح يتأين اليدرايك راح يتأين اذا تأين راح اقدر تطلع علي بره بره الجسم يطلع ويجسم ليهنا الأمور هالسك وليش تمام ونروح للويك بيس الويك بيس هم كذلك أجت تجي ليهنا رح تجي للكيدني إذا لقت الكيدني البيئة جمالتها قاعدية يعني أكثر من سبعة رح تبقى تبقى يعني تبقى غير متأينة وبالتالي يصير بها لأبسوربشين ليه شأن لقتها نفس العائلة مالتها هي قاعدية ويك بيس وجدت للكيدني شلقتها لليورين شلقتها ليقيته 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 يعني بيئة جمالتها يعني بيس قاعدة أكثر من سبعة فما رح يصير بها في التريشين ما رح تطلع لي بره ما رح يطردها رح يسوي رح يرجح للجسم يسوي بها ليش من نفس العائلة هذا البيئة جمالتها وهذا البيئة جمالتها لكن لو فرضا إيجاد جاء الويك بيس تمام للكيدني والكيدني تلتي تطلع شي سوي تحول نفسها من يعني تحول البيئة جمالتها بوينت ثمانية أو خمسة فردان جيد فيتيجي الويك بيس يلقي يلقي أنه البيئة تشبيه أقل مئن أقل من سبعة أقل من سبعة فش رح يسوي رح يكون رح يتأين وذا تأين رح يطلع لي بره وهذا الجدول يوضح لك هذا الشي هذا الجدول يقل لك الأسد ادراك إذا أجأ أو لقى الشغل مالت شنهو إذا لقى عفو الكيدني شبيه يبقى الكيدني أسد همينه رح يكون لا يتأين ويصبح بيه على أبسوربشن يمتصل ويرجع للجسم لكن إذا دخل للكيدني ولقاها بايسي بي أج يلقاها قاعدية بهاي الحالة رح يتأين وصبح بيه ويصبح بيه إكسريجين يترد الخارج زيان والويك بيس كذلك هذا بالنسبة إلما للإكسريجين مالتما ما تريد راك هذا كل اللي خاص بيه ترجمة نانسي قنقر